وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الناشط السياسي الشيخ فائز الشاووش أهلا ومرحبا بك أستاذ فائز بداية إلى أي مدى ترون أن الحكومة مسؤولة عن غرق العبارة نتيجة الهمال والفساد كما تقول رويترز في تقريرا لها بسم الله أصمار رسول تحية لكم ومشاهديكم الكلام حياك الله والرحمة والشاهداء من العبارة في هذا الموضوع يعني أعتقد جلسة البرلمان نجح البرلمان برئيسه محمد الحلبوش بالإلتفاع على تبرئة المجرمين الأصليين أي تبدئين في هذا الحادث من خلال إقرارهم بإقالة محافظ مينوعة إن محافظ مينوعة هو تاشد ومهنم لكن المجرم الحقيقي أو الجهات المجرم الحقيقية تمت التغطية عليها من خلال سوف نام أقرار البرلمان قالت له وناعي دين وبالتالي هذه الجريمة هي مدفوعة ومسيطرة ومدفوعة من قدم جهات هي مسيطرة جهات مسلحة هي مسيطرة على مدينة الموصل وعلى أحياء الموصل وهي صاحبة المكاسب الاقتصادية في مدينة الموصل هذا الأولى بالبرلمان أن يكون جريع ويتخذ القرار الجريع والصريح لكن يبدو أن البرلمان وهذا ما واضح مدفوعة العملية السياسية بأن البرلمان والحكومة هي تابعة إلى جهات خارجية وتأخذ الأوامر من جهات خارجية في الإضافة إلى أن هذه الموصلات المسيطرة في مدينة الموصل هي قبل أن تشترك في السلطة التشريعية والتمتيبية هي كانت صاحبة اليدة ثلاثة فكيف الآن هي شركت في السلطة التشريعية والتمتيبية وأصبحت كل طرح لن يتمكن من أو يدرى أن يقول هذه الجهة هي المجلمة أو هذه الجهة هي القاتلة أو هذه الجهة هي الفاعلة بالشرق العراء كيف ترون تعاطي الحكومة مع انتشال وتسليم جثث الضحايا للأهالي وإلى ما ترجعون هذا التأخير لن تكون الحكومة أسوة بالحكومات السابقة لن تكون جادة في هذا الملف أو في هذه الجريمة التي حصلت في الموصل بل إنما تستخدم أسلوب أو أساليب التسويق وإلى الضحك على السحة من المتواجدين في مينوى أو في بقية أبناء العراق أفضل الحكومة غير جادة ولو كانت جادة اتخذت القرار الصائر إلى الطب التشريعية للبرلمان وإن حالة جميع المسددين بهذه الجريمة إلى القرار وإعتقالهم خلال ساعة واحدة ولن يتعدى 24 ساعة لكن لن تكون جادة الحكومة ولن تكون جادة في المستقبل في أي قضية تحقي الإنسان في مينوى أو غيرها الأهل الذين تسلموا جثث ضحاياهم يشتكون من ارتفاع كلفة الدفنة أين الحكومة من هذه الأزمة التي يعيشها أهل الضحايا؟ وهل باتت تتكسب من مصائب الناس؟ الأهل الذين تسلموا جثث ضحايا يشتكون من ازدياد كلف دفن الضحايا أين الحكومة من هذه الأزمة التي يعيشها أهل الضحايا؟ وهل باتت الحكومة تتكسب من مصائب الناس؟ يعني هو الحكومة يعني أنا أقول دائما لو الحكومة جادة لكان الصرف التصرف أسرع من هذا والبارحة أن يسمع التقرير لكثير من الشهود في مدينة الموصل لأن حتى القبور التي تحصل يطلب عليها بكل قبر 250 ألف دينار وأصبحت حتى الموصل لدهاب الحكومة وميليشياتها هي أصبحت منفع تجاري من الأطراف وتعدد في مدينة الموصل الغضب يتصاعد بشكل كبير جراء الأداء الضعيف للحكومة مع الكارثة برأيكم هل يمكن أن ينفجر الوضع في الموصل في ظل هذا الغضب المتزايد؟ لكل تأكيد مدينة الموصل وأهالي نينوى وعشاء نينوى هم جميعهم كرماء وجميعهم ينتفضون في وقت الشدائج وبالتالي الآن أصبحت القضية على المحك وعلى الحكومة والجهات والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي أن يسعى جداً لإنقاذ العراق لأن هذه لن تكون هذه آخر الجرائم بل قد تكون هي من بدايات الجرائم بغض النظر عن الجرائم التي بدأت منذ تأتيش العملية السياسية من 2003 لغاية هذا العام وبالتالي سينفجر الوضع وأنا متأكد سينفجر الوضع وعلى العراقين جميعاً أن يتخذوا القرار الصائب لإنقاذ ما تبقى العراقين ومن المتلكاتهم ومن كرامتهم سيادة العراق وكرامة العراق الناشطة السياسية شيخ فائزي شاوش كنت معنا عبر الهاتف شكراً جزيلاً لك ترجمة نانسي قنقر